موضوع التسول وهل هو ظاهرة هو الموضوع اللي رح ناقشه بأهالينا بدأت ظاهرة التسول تنتشر في المجتمعات السورية بشكل كبير وخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام فإذن ظاهرة التسول هو موضوع فقرية أهالينا خلينا نتابع التقرير ومن ثم نناقش الموضوع مع ضيفنا ظاهرة التسول تعد من أكثر ظواهر التي تهدد المجتمع من النواحي الاقتصادية والأخلاقية والاجتماعية كافة وقد تؤدي بالمجتمع إلى انحلال أخلاقي وإدمان المخدرات بسبب الانخراط في هذا العمل بحسب جريدة تشرين التابعة للنظام تشهد محافظة طرطوس انتشاراً واسعاً لظاهرة التسول في ظل سنوات الحرب التي تمر بها البلاد حيث ترى العديد منهم منتشرين في الشوارع والساحات يستجدون المرة للحصول على المال وخاصة الأطفال الذين يعملوا البعض منهم ضمن شبكات مختصة ولهم مشغلون يستغلون طفولتهم وحاجة أسرهم وهنا نقف أمام سؤالين أوليس أولى بمن هجر هؤلاء وأجبرهم على تركيبيوتهم وأعمالهم ودفع بعض منهم إلى التسول أن يؤمن لهم فرص عمل في مراكز إيوائهم والسؤال الأهم ما مصير هؤلاء الأطفال الذين يكبرون على استجداء العطف والمساعدة بشكل يومي ظاهرة التسول تشمل أغلب المحافظات السورية إلا أنها ذهبت أبعد من ذلك إلى دول اللجوء فترى الأطفال السوريين يفترشون الأرض أينما ذهبت طالبين المساعدة أضف إلى ذلك الذين يتسولون باسم السوريين كي يستجدوا عطف العالم ظاهرة التسول ليست جديدة في سوريا وهي منتشرة في كل دول العالم ودائما ما يختلط بها من هو بحاجة إلى المساعدة بحق ومن يعتبرها مهنة لجمع الأموال وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف الأستاذ سماح محمد خير سالمي الخصائية الاجتماعية والحاصلة على ماجستير في الدعم النفسي الاجتماعي والحوار بداية نحكي سماح عن أسباب الدوافع التي تكون سبب للتسول أول شيء أريد أن نذكر بالتقرير أن التسول ظاهرة اجتماعية أو مرض اجتماعي خطير ومنتشر وفينا نطلق علي الصفة العمومية يعني ما في بلد بيخلو من وجود هاي الظاهرة ولكن بيتفاوت من بلد لآخر على حسب ظروف هاي البلد شو عم يصير فيها تغييرات شو عم يصير فيها مشكلات بالتالي نعكس على وجود هاي الظاهرة إذا بنا نحكي عن الأسباب فأسبابها كثيرة ومتعددة منها قلة الوعي قلة التعليم البطالة بظروف الحروب والكوارث والأزمات في شيء يعني بتتغير البنية الاجتماعية ككل بالتالي بتغير الدور الاجتماعي ممكن طفل يصير هو يتخذ دور المعيل ممكن امرأة اللي كانت هي ضمن بيتها وربت منزل مثلا فقط أو عندها عمل خارجي بسيط تتولى هي ولا يعني تتولى المصروف أو الانفاق على الأسرة وتصير هي معيلة أيضا بالحروب اللي بيصير بخف شيء من سميه اللي احنا الضبط الاجتماعي القيام والحواجز والقيود يعني تماما يعني السلوكيات اللي هي مستهجنة ومعيبة بالمجتمع وقت بيصير حرب وبينتقلوا هاي الناس بيصير في حالة نزوح بيبطل هذا الطفل ابن فلان بيبطل هاي الزوجة زوجة فلان ما حدا بيعرف حدا فهذا الضبط اللي بيخلينا نسميه ضبط اجتماعي بيقل أو بيصير مالهم موجود فالناس بتستسهل إنه تعمل يعني سلوكيات قد تكون مشينة يعني بسوريا في رصد لهذا الموضوع لهذا الظاهرة بمعنى مقارنة قبل والآن وحسب الأماكن وما إلى ذلك في رصد لهي الحالة بس دائما الإحصائيات ما بتكون دقيقة لأنه أساساً نحن بأزمة وما انتهت نحن بحرب وما انتهى يعني لسه في في عنا أعداد أيتام عم تزيد في عنا حالات تشرد عم تزير طالما الأزمة مستمرة فالإحصائيات مانا دقيقة ولكن يقال أنه قبل يعني لألفين وتسعة تقريباً قبل الحرب كان عنا ألفين حالة تسول في سوريا هلأ برجع بقول أنه لسه الأعداد مانا معروفة خلينا نحكي عن الفرق بين الناس اللي بتضطر إنا تتسول ببلدة والناس اللي هلأ عم تكون بدول اللجوء وعم تضطر فعلاً للتسول خاصة بدول الجوار خلينا نقول لبنان تركيا الأردن يمكن هاي الدول عم يكون فيها فعلاً حالات تسول وكتير واضحة تمام أكيد في حالات تسول مثل ما ذكرت حضرتك بهي البلدان بتركيا مثلاً من يعني بمدينة اسطنبول هي مكان حيوي للتسول يعني ما بتطلعي بحافلة نقل ما بتوقفي ناح جامع إلا بتشوفي أطفال عم يتسولوا حتى مديرية أمن اسطنبول أطلقت حملة صحيح كنا نحن معانين فيها تماماً لا تتعاطفوا مع أطفال التسول يعني للحد من هاي الظاهرة وأكيد إنعكاسة في دول اللجوء يعني كمان مختلف عن إنعكاسة بالموطن الأصلي للشخص فمثلاً يعني حالات التسرب الدراسي آخر إحصائية بآب العام الماضي بإسطنبول إحصائية التسرب الدراسي 41% من الأطفال خارج مؤسسات التعليمية فهون يعني لازم نشوف أنه في يعني ندقنا قوس الخطر لوين هاي الأطفال وين هاي الأطفال وين الوحده 41% من الأطفال وين عم يكونوا عم يكونوا بالشوارع وعم يمارسوا اللي احنا بنعرف للتسول أنواع التسول المباشر يلي هو مد اليد لطلب المال وعننا تسول غير مباشر اللي متخفي بخدمات رمزية قد يقدم الطفل مثل مسح الزجاج السيارات أو مسح الأحزية بيع المناديل الورقية وهذا الشيء كتير رائج بإسطنبول يلي هو بيع المناديل الورقية صحيح طيب بالعودة بس لنقطة ذكرت تقرير وذكرتها حضرتك أنه فيه تقرير قال أنه فيه ازدياد بنسبة التسول بطرطوس وفيه دعايات عم تقول أنه النازحين ومع نازحين رغم أنه كتير من نازحين أساساً هنين جايين من أماكن يعني ابعيدين عن موضوع التسول وبالتالي يعني فينه أحيان الدعاية السياسية بهذا الإطار كيف ممكن تعليق على هذا الموضوع؟ يعني اتهام المجتمعات وبعض الأماكن خلينا نقول لا أشخاص مجموعات طرت للنزوح بأنه هنين السبب وراء أيضا تمام هلأ لحنا مو بصدد أنه ندافع عن ظاهرة أساساً موجودة ومثل ما ذكرنا أنه هي حتى من قبل الأزمة موجودة وقد تكون منظمة يعني ممكن يكون فيه جهات أو راعية راعية لقضية التسول تمام فأنا يوم اللي هاي الأطفال عم تضطر تشتغل فهي مسؤولية يعني هذا مو حدث مدين لهي الأطفال وحدث مدين للناس القائمة على رعاية هؤلاء الأطفال فإذا كان يعني النازحين عم يكون أو اللي انتقلوا من مكان لمكان بسبب ظروف الحرب هنين يعني عم يقوموا بهذه الظاهرة فالأولى نعالج العالج الأسباب مؤمن يعني ما ننظر للنتائج اللي حدثت مسؤوليت يعني السلطة بأي مكان هو فعليا تأمين حياة كريمة للناس وبالتالي تماماً تماماً أساساً المكان الطبيعي لهذا الطفل مشارع المكان الطبيعي هو المؤسسة التعليمية الحدائق اللي يكون دمان يعني ناس معيلة شو التأثير النفسي على الطفل اللي بيكون ضحية فعلياً أنه يكون بحط حاله بهالموقف هذا أنه يصير متسول تماماً هاي نقطة كتير كتير مهمة لأنه الطفل عم يكون أول شيء رح بحكي عن الأسر النفسي بس خليني أول شيء تناول الجانب الاجتماعي يعني خطورة هاي الظاهرة من الناحية الاجتماعية طالما الطفل موجود بالشارع فلحنا الأمر ينطوي على عوامل خطورة أكبر من التسول يعني هذا الطفل معرض لأنه معرض لمثلاً حالات إدمان حرش اتجار مخدرات سوء استغلال الجنسي والجسدي تحرش إدمان الشيء الثاني يعني خطورة هاي الظاهرة تكمن بهدول الأطفال هن البكرة يعني إذا إحنا بدنا نشوف مستقبلنا بعد كذا سنة فنشوف أطفالنا هلأ أين هاي الخطورة الاجتماعية أما الخطورة النفسية فهي أولاً طفل أكيد عم يشاهد أطفال آخرين يعني سياب نظيفة وجميلة وعايشين ضمن أسر وعايشين ببيئات عم تحترمون فهون بيصير عنده قد تنشأ مشاعر صخط وكره للآخرين مشاعر إحباط أيضاً رح نخلق جيل أو الشخص المتسول هو شخص اعتمادي واتكالي ومستسلم فبيصير عندنا كمان مشكلة نفسية هي نقص الفاعلية ما عاد عنده هذا الشخص قدرة على أنه يعمل على أنه بالنهاية هذا يعني سلوك مريح وبيمتهنه يعني كمان من الآثار النفسية أنه هذا الطفل بيكتسب صفات مع الوقت بتصير من خصائصه الشخصية جزء منه تماماً يعني منطبع هذا الطفل على أنه يصير لحنا مهنة التسول بحاجة لحنكة بحاجة لاحتيال لمكر منلاقي مثلاً المتسول على باب المشفى عم يدعي للناس بالشفاء على باب الجامعة عم يدعي للناس بالنجاح أو أنت بيعملوا حالة أنه فيهم مشكلة أو عطب أو بيلف إجراء تمام تمام ممكن أنه يستغلوا يعني ممكن هنن يعني يعني يعملوا أنه هنن عندهم عاها وأحياناً قد يستغلوا العاها أو الإعاقة الموجودة عندهم حتى يقال أنه يعني إذا حدا عنده طفل معاق ممكن يأجروا مقابلة 3000 ليرة على اليوم يعني هيك في أحدى التحقيقات أو الدراسات اللي جرد طيب أستاذي سماح أنا كنت عم شوفت كتير حالات الفترة الأخيرة بيقلولك أنه مثلاً هذا الطفل عم نحاول نحن نجيبه على دار أيتام أو عم نجيبه على ما صح ولكن هو حابب الشارع صار جزء منه يعني الشارع ما عم يقدر أصلاً يشوف أنه الحياة التانية هي طبيعية هاي الأطفال اللي وصلوا لهذه المرحلة المتقدمة كيف ممكن التعامل معهم يعني الحكومات أو الدولة ما المفروض هي تقدر تجمعهم بمصحات لتعالجهم أصلاً من هاي الحالة بعدين ممكن تسويهم كإنسان طبيعي تماماً هلأ بحب إذا بنا نحكي عن الحكومات والناس المسؤولة على رعاية هاي الأطفال هنن سبب من أسباب وجود المتسولين بالشارع خصوصاً أثناء الحروب والكوارث هاي الناس بتنشغل بيعني بصير ترهل أمني وبتنشغل بالاقتطال وبصير الأولوية للمكاسب والمغانم المادية والسياسية فما بيعود العمل على هاي الأمراض الاجتماعية هو أولوية بالنسبة لإلون طيب لما واحد يعني بيواجه المتسولين سواء كبار أو حتى لما بيكونوا خاصة أطفال أحياناً بيكون عنده بيشعر نوع من تعاطف مع هذا الشخص بالوقت نفسه بيقول بيخاف أنه أنا ممكن يكون عم شجعه إذا عطيته مثلاً المصاري كيف لازم نتعامل معي الحالة؟ تماماً هاي النقطة كنت عم بدعي ربي أنه ما أنساها أقولها بالحلقة لأنه كتير مهمة نوايا الناس كتير طيبة وبيحسوا كتير بالتعاطف اتجاه هاي الأطفال بس أنا ما كتير بدي أكون حدة بهذا الموضوع بس هو ما له شيء صحيح يعني أنا بشكل أو بآخر كون عم شجع هذا الطفل لأنه يستمر بهذا العمل وأحياناً حتى بقابل ناس إذا كان هذا الطفل عم يبيع سلعة مثلاً علكة يعطيه ما بيأخذ هاي المشكلة يعني هون مثل عم يقوله للطفل أنه خلص هاي مساري ويعني أوكي هذا سلوك كتير مقبول برجع أقول أنه إحنا ما بدنا نكون صار مين كتير وما عم قلل من حالة الإحسان الموجودة عند الآخرين بس بالمقابل لازم شوف أنه الامتناع عن هذا السلوك هو جزء من علاج هاي المشكلة يمكن فعلاً لازم أي تصرف يعني ندرسه قبل ما نعمله خصوصاً هاي الأطفال مثل ما ذكرتي يعني ممكن إذا باع أفضله من أنه يشحد أو يتسول أو أي شيء أو ممكن مثلاً نقدر نساعده أنه ناخده على مركز أيواء أو مركز أيتام إذا كان هو يتيم وما إلو حدا تمام هم وجود أنزمة يعني أنزمة رعاية شاملة بتسهل على الناس كيف هي تتعامل مع هؤلاء الأطفال اللي هنم بالنهاية مشروع يعني هنم يعني مستقبلنا هنم يعني الجيل اللي بدون يجي بعدين هنم هنم المجتمع بالنتيجة نعم صحيح طيب المسؤولية هون لما نحكي بسوريا مثل ما كمان رجعنا بالتقرير بطرطوس مثلاً كان في كتير من الأطفال بالمناسبة مثل ما ذكر كمان تقرير مكتومي القيد وهي بحد ذاتها يعني مشكلة بس يعني مثل ما نعرف الوضع بسوريا عملية ما في يعني دولة يمكن اللجوء للمساعدة في حل هيك ظهرة وبالعكس أحيانا ممكن يكون فيه ناس بيشتغلوا بمناصب ومتورطين بمافيات ممكن يتروجها هذا الشيء شو اللي بيقدر المجتمع شيء أهلي مدني مثلاً أو بجهود معين يقدر يكافح هي الظاهرة تماماً هون منأكد على دور الجمعيات والمجتمع المدني والناس اللي كل حدا من مكانه فيه عليه مسؤولية اجتماعية للحد من أي سلوك يعني غير مقبول وسلوك بنعتبره خطير على المجتمع فينا في الجمعيات مثلاً الخيرية يكون فيه يعني شيء نقضي لهذول الناس ممكن البرامج التنموية برامج التدريب المهني للعاطلين مثلاً عن العمل بالنتيجة لحنا لازم نبحث عن عن الأسباب ونعالجها وقتها يعني تلقائياً الظاهرة رح ينحد منها كتير هلأ من الناس منسمعون عم بيقولوا بأي دولة من الدول اللي فيها لاجئين سوريين أنه أي حدا متسول حتى لو ما كان سوري بيطلقوا عليه أنه أسم سوري يعني صارت صفة ملاصقة لأي حدا بالشارع عم يتسول كيف ممكن نغير هاي النظرة للسوري ببلدان الوجوء؟ بالعمل المعاكس يعني أنا وقت بيكون عم بيهتم بهي الأطفال مثلاً لنفرض أنه نحن في تركيا في عنا أطفال بيهتم كل حدا بيدوره مهتم أنه ياخد طفله على المدرسة يعلموا اللغة يعلموا عن الاندماج بهذا المجتمع المضيف مثل ما حذكرنا من شوي أنا ما شجع هاي الأطفال من خلال أنه يعني ساهم بأنه برافو هذا السلوك مقبول ابحث عن جمعيات أكيد في جمعيات حتى لو ما كان الطفل بيخصنا ممكن نحن نقدر نساعده تماماً بالنهاية هاي مسؤولية اجتماعية تماماً فلازم لحنا نساعد طيب الأهل اللي معنوا الموارد وبلقوا حالهم مضطرين يمكن لأنه يزجوا بأبناءهم بمعترك مثل التسول شو ممكن تواجهي لهم كلام؟ بعرف أنه الظروف هتكون كتير صعبة وكتير آسة بس دائماً لازم الحلول ما تكون على حساب الطفل ممكن هي كسيدة حكينا يتغير الدور الاجتماعي تبعها تشتغل شيء لو ما له مقبول بالنسبة لإله مثل شغل البيوت إذا كانت ربة تمزل وما عندها شهادة بس يكون هذا الشيء بعيد عن الطفل لأنه هي بمكان ما رح تقدر تحمي حالها أما الطفل ما رح يقدر يحمي حاله والأشخاص اللي يعني مثل ما حكينا بالبداية هنن بالأخير يخصو الأطفال بيأثر على شخصيتهم وممكن تستمر لبعدين معهم تصير عادة كيف يمكن على المستوى النفسي يتخطى هذه المرحلة في حال طفل كان بهذا الوضع وبعدين لازم يتجاوز يعني صار هو إما أكبر ومدرك للموضوع أو أهله أدركوا الموضوع كيف ممكن تدارك الموضوع عموما العلاج بيكون بمحورين بهذا الموضوع عندنا العلاج البقائي اللي هو اللي احنا بقدم الوسائل والأسباب اللي اللي بتمنع أساسا أنه يكونوا هدون الأطفال بالشوارع اتنين بيكون علاج يعني لها دول الأطفال مثل ما ذكرت حضرتك اللي هنا أساسا تورطوا وصاروا بهذا المكان فأنا بعمل بحاجة لدراسات اجتماعية جدية مو أرقام وإحصائيات لا جدية ودقيقة عن الأسباب لأنه الطفل اللي هو بالشارع لأنه من عائلة فقيرة وما عنده معيل قد يكون طفل آخر أيضا من عائلة فقيرة وما عنده معيل بس ما توجهها الشارع ممكن تعلم مهنة بسيطة ممكن بس ما تتجهها الشارع فباعتبار يعني الأسباب بتختلف من طفل لآخر فأنا بحاجة لدراسة كل هاي الأسباب والشغل عليها حسب الحالة شكرا كثير إليك متمنى طبعا أنه تنتهي هذه الظاهرة بسوريا وبكل مكان أستاذي سماح محمد خير سلم الاختصاصية الاجتماعية مجلس شكرا الله شكرا لكم كم هلأ صار وقت الختام أكيد رح نكون معكم بكرا بنفس التوقيت بحلقة جديدة ستة وخمسة بيتاوئي دمشق نشوفكم بخير